بالمقابل علقت مصادر سياسية على إحاطة السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق تريسي جوكابسون حول تهديداتها للفصائل الموالية لإيران المصادر بيّنت أن واشنطن لها علاقات وثيقة ببغداد ضمن اتفاقية استراتيجية وقعت عام 2008 وأن الفصائل الموالية لإيران تهدد المصالح الأمريكية في العراق بشكل علني وأشارت إلى أن الفصائل جعلت الأمن العراقي هاشن وهو ما يتطلب تدخل القوات الأمريكية لضبط البوصلة عبر دعم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري